موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف السادس في مادة العلوم تكلمنا في الحلقات الماضية عن الدروس المقررة حق الفترة الدراسية الرابعة واليوم أعزائي الطلبة راح تكلم عن مراجعة حق هذه الدروس اللي مطلوب منك تدرسها في الفترة الدراسية الرابعة كل هذه الدروس راح تناولها بالتفصيل ولكن بعد الفاصل فتابعونا أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف السادس من جديد تكلمنا قبل الفاصل أن موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن مراجعة عما سبق دراسته في الفترة الدراسية الرابعة علشان أبثبت المفاهيم عندكم فتابعوا معاي بعض الأسئلة الإثرائية اللي أحاول من خلالها أني أثبت المفاهيم عندكم خلونا نتابع مراجعة الفترة الدراسية الرابعة أول سؤال اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية أعزائي الطلاب هذا السؤال راح تتعرض له في الاختبارات الفترة الدراسية الرابعة هو سؤال المصطلح العلمي سؤال سهل ركزوا معاي بالأسئلة راح نحل سؤال سؤال وأسئلة جداً سهلة وبسيطة السؤال أول المسافة التي يقطعها جسم متحرك في فترة محددة من الزمن أعزائي الطلاب في عندي عوامل تبين لك شنو يعني هذا المصطلح العلمي حتى لو ماك لو أنه نسيت المصطلح أو ما طرع على بالك أثناء حل الاختبار خلونا نفند هذا المصطلح يقول لك المسافة يعني أهوني قاعد يكلمك عن المسافة التي يقطعها جسم متحرك خلال فترة محددة من الزمن يعني أنا عندي شغلتين عندي مسافة أو عندي زمن شنو العلاقة التي تربط بين هذين المتغيرين اللي هو المسافة والزمن نعم ممتاز أحسنتم هو مصطلح السرعة فالسرعة هي المسافة التي يقطعها جسم متحرك خلال فترة زمنية محددة المصطلح العلمي الثاني السرعة في اتجاه محدد أعزائي الطلاب هنا لازم تلاحظ في فرق عندي المصطلح الأول قلنا هو تعريف السرعة كان عندي متغير المسافة والزمن لكن المصطلح الثاني حدد لك السرعة تكون في اتجاه معين أو اتجاه محدد سواء كان شمال أو جنوب أو شرق أو غرب لاحظ في فرق بين المصطلحين يعني لا تلقبط بين المصطلح الأول والمصطلح الثاني خلونا نشوف إجابته أحسنت يا أحمد الإجابة هي السرعة الاتجاهية فعندي يا عزائي الطلاب فرق بين مصطلح العلمي السرعة والسرعة الاتجاهية فالسرعة الاتجاهية تكون في اتجاه محدد أن يتم تحديد هذه السرعة في اتجاه سواء أنه كان شمال أو جنوب أو شرق أو غرب المصطلح العلمي اللي وراء ميل الجسم إلى البقاء ساكنا أو إلى مواصلة حركته ما لم تسبب قوة خارجية بتغيير حاله أو تغيير حالته ميل الجسم أنه يبقى ساكن أو يبقى متحرك ما لم تؤثر عليه هذه قوة خارجية لتغيير حالته مصطلح علمي سهل وجدا بسيط وهو عزائي الطلاب مصطلح العطالة فالعطالة هي ميل الجسم إلى البقاء ساكن أو إلى مواصلة حركته ما لم تقوم قوة بتغيير حالته هذا تعريف العطالة المصطلح اللي وراه قوة تشد أزواج الأجسام كل منها نحو الآخر عندي عزائي الطلاب هي قوة تقوم بشد وجذب الأجسام نحو بعضها الإجابة هي أحسنتم هي الجاذبية فالجاذبية هي قوة تشد أزواج الأجسام كل منها نحو الآخر أيضاً عزائي الطلاب عندي أسئلة إثرائية نفس المصطلح العلمي راح نكمل على المصطلح العلمي ثم ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة ولكن إلى الآن ما زلنا في أسئلة المصطلح العلمي كمية المادة في جسم أو ما نسميها عزائي الطلاب مقدار ما يحويه الجسم من مادة تعريف شنو أو مصطلح شنو هذا عزائي الطلاب مقدار ما تحويه الجسم من مادة هو عزائي الطلاب هي الكتلة أو كتلة الجسم فكتلة الجسم هو مقدار ما يحويه الجسم من مادة السؤال اللي بعده مقدار القوة التي تؤثر بها الجاذبية على كتلة الجسم عندي يا عزائي الطلاب هي مقدار قوة أنا قاعد أسألني عن مقدار قوة بداية السؤال اتبين الإجابة ولكن لا بد أنك تكمل كل السؤال قراءة عشان توضح لك الإجابة مقدار القوة التي تؤثر بها الجاذبية على كتلة الجسم أحسنتم إجابة سليمة هو الوزن فالوزن هو مقدار القوة التي تؤثر بها الجاذبية على كتلة الجسم السؤال اللي بعده معدل تغير السرعة أو اتجاه الحركة هو عزائي الطلاب أنا عندي سرعة هو معدل لتغير هذه السرعة خلال فترة معينة فمعدل التغير في هذه السرعة أو في اتجاه الحركة يسمى لدينا بأعزائي الطلاب هو التسارع فالتسارع هو معدل تغير السرعة أو اتجاه الحركة فعندي أعزائي الطلاب السرعة قاعد تتغير خلال فترة معينة معدل التغير في هذه السرعة نسميه بالتسارع فالتسارع هو معدل تغير السرعة أو اتجاه الحركة المصطلح العلمي اللي بعده قوة تقاوم حركة سطح على سطح آخر عندي قوة تتم هذه القوة قوة مقاومة تتم عن طريقها مقاومة سطح مع سطح آخر عندي سطحين السطح اليمين والسطح اليسار قوة تقاوم حركة هذين هذين السطحين شنو أعزائي الطلاب أحسنتم هو الاحتكاك فعندي على سبيل المثال ايد اليمين و ايد اليسار في قوة تقاوم حركة هذين السطحين مع بعض نسميها قوة الاحتكاك أعزائي الطلاب المصطلح العلمي اللي بعده احتكاك تسببه جزيئات الغاز في الهواء عندما تصطدم بجسم وتبطئ حركته احتكاك تسببه جزيئات الغاز عندما أعزائي الطلاب تصطدم بجسم وتبطئ حركته من يعرف الإجابة عزائي الطلاب أحسنتم إجابة سليمة هي مقاومة الهواء فمقاومة الهواء هو احتكاك تسببه جزيئات الغاز في الهواء عندما تصطدم بجسم وتبطئ حركته فالجسم لما يكون متحرك في الهواء يصادف ويواجه احتكاك مع جزيئات هذا الهواء فنقول أن في هذه الحالة أنه للهواء مقاومة فهذا المصطلح يبين مقاومة الهواء طالعوا معي في المصطلحات القادم أعزائي الطلاب المقدرة على إحداث شغل يعني أنا الحين عندي قدرة أني أقوم بشغل معين نقول أن الجسم هذا لديه القدرة عن أن يقوم بشغل سواء أن المدرس يستطيع أن يقوم بشغل معين النجار يستطيع أن يقوم بشغل الطبيب يستطيع أن يقوم بشغل نقول هذا مصطلح علمي تعريف شنو فالمقدرة على بدل شغل هو أعزائي الطلاب الطاقة فلما نقول أن الإنسان لديه طاقة إذن فإن الإنسان لديه القدرة على إحداث شغل معين فنقول أن في هذه الحالة أن المدرس أو الطبيب أو النجار لديه طاقة فهو يستطيع أن يقوم بشغل معين في وظيفة معينة فالطاقة هي المقدرة على إحداث شغل السؤال اللي بعده استخدام قوة لتحريك جسم لمسافة معينة إحنا نستخدم قوة معينة أستخدم هذه القوة أني أحرك أي جسم مسافة معينة هذا تعريف شنو عزيزي الطلاب تبهوا معاي أحسنتم إجابة سليمة وهو الشغل الشغل يتم عن طريق استخدام قوة فأنا استخدمت قوة عشان أحرك جسم من نقطة ألف إلى نقطة باء فنقول أنا في هذه الحالة أني بذلت شغل فأني بذلت شغل السؤال اللي بعده طاقة يمتلكها الجسم نتيجة حركته عندي أعزائي الطلاب في طاقة يكتسبها أي جسم نتيجة أنه قاعد يتحرك من صيغة السؤال تبين الإجابة جسم يكتسب طاقة الأجسام عندي مختلفة تكتسب طاقة نتيجة أي فعل يحدث فالأجسام تكتسب طاقة نتيجة حركتها أي أن الجسم يقوم بعملية الحركة أو بالحركة نقول أن هذا الجسم لديه طاقة ممتاز طاقة حركية خلونا نشوف الإجابة طاقة يمتلكها الجسم نتيجة حركته طاقة الحركة أو الطاقة الحركية فهي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته السؤال اللي بعده طاقة مختزنة أو تكمن في جسم بسبب وضعه بالنسبة لسطح الأرض عندي أعزائي الطلاب الأجسام نتيجة بعدها عن سطح الأرض تمتلك طاقة هذه الطاقة احنا قلنا طاقة تكون داخل الجسم طاقة كامنة مختفية داخل الجسم تظهر في ظروف معينة فالأجسام نتيجة وقوعها أو بعدها عن سطح الأرض تمتلك طاقة فالكتاب على الطاولة يمتلك طاقة بالنسبة لسطح الأرض المياه في الشلالات تمتلك طاقة بالنسبة لسطح الأرض شنو الطاقة هذه خلونا نشوف ممتازح سنتم هي طاقة الوضع الكامنة هي طاقة الوضع الكامنة فالطاقة تكون كامنة في هذه الأجسام نتيجة موضعها بالنسبة لسطح الأرض السؤال اللي بعده طاقة الترددات الصوتية التي يحملها الهواء أو الماء أو أي مادة أخرى انتبهوا معاي شباب طاقة ترددات صوتية يعني يوجد عندي تردد وصوت المصطلح اللي قبله كانت طاقة بالنسبة لسطح الأرض طاقة كامنة اللي قبله كانت بالنتيجة لحركة الجسم قلنا طاقة حركية ولكن هنا طاقة الترددات الصوتية يعني أنا عندي تردد في الصوت يعني عندي مفتاح الإجابة كلمة صوتية شو نتوقعون الإجابة؟ أحسنتم إجابة سليمة هي الطاقة الصوتية فالطاقة الصوتية لاحظوا الإجابة هناك طاقة الترددات الصوتية هنا الإجابة تكون الطاقة الصوتية أو الطاقة صوتية السؤال اللي بعده الطاقة التي تنتقل على شكل موجات إشعاعية ركزوا على كلمة إشعاعية عزائي طلاب ويمكنها أن تنتقل في الفراغ أنا عندي يا شباب طاقة الإشعاع الطاقة الإشعاعية يمكنها أن تنتقل بالفراغ شوفوا السؤال شون يقول طاقة التي تنتقل على شكل موجات إشعاعية مفتاح الإجابة كلمة إشعاعية المصطلح العلمي اللي طاف كان مفتاح الإجابة كلمة صوتية قلنا الطاقة الصوتية هنا مفتاح الإجابة إذا ضيعت السؤال بالامتحان وما قدرت تحله ركز على مفتاح الإجابة عندي في المصطلح مفتاح الإجابة هنا إشعاعية من يعرف الإجابة أحسنتم هي الطاقة الإشعاعية لاحظوا عزيزي الطلاب موجات إشعاعية فالطاقة تكون طاقة إشعاعية السؤال اللي بعده انتبهوا معاي طاقة تنقلها الكهرباء عندي طاقة تنقلها الكهرباء إلينا الإضاءة في الفصل في المختبر الطاقة التي تنقلها الكهرباء في مفتاح للإجابة كلمة في السؤال شنو مفتاح الإجابة؟ ممتاز مفتاح الإجابة هي الكهرباء زين عزيزي الطلاب مفتاح الإجابة الكهرباء اتفقنا عليه شنو تكون هذه الطاقة؟ أحسنتم هي الطاقة الكهربائية لاحظوا التشابه بين كلمة الكهرباء وهناي طاقة كهربائية تستخدم الطريقة هذه للكشف عن إجابة السؤال خاصة إذا ضيعت السؤال ما فيه سؤال صعب ولكن توجد مفاتيح لهذه الأسئلة السؤال اللي بعده طاقة جسم ما بسبب حركته أو وضعه أو حالته أهني أعزائي الطلاب لا تستعجل بالإجابة يعني بعضكم يقرأ يقول طاقة جسم ما بسبب حركته يعني طاقة حركية أقول لك لا اقرأ السؤال أي سؤال في أي مادة العلوم في مادة العلوم أو أي مادة أخرى كم من السؤال للأخير طاقة جسم ما بسبب حركته بعضكم رح يقول الطاقة الحركية لأنه بسبب حركة الجسم أقول لك اصبر شوي وانتبه معي أو وضعه أو حالته الإجابة هي عزائي الطلاب نعم هي الطاقة الميكانيكية خلونا نشوف المصطلح العلمي اللي وراه لاحظة عزائي الطلاب احنا هني قاعد نسرد ونقول أنواع الطاقات اللي تبتلكها الأجسام فأنت لاحظ الفرق بين كل طاقة وأخرى ولكن الفرق واضح ولكن ابحث عن مفتاح الإجابة إذا ضيعت الإجابة في الامتحان السؤال اللي بعده هي طاقة ناتجة عن انقسام نواة كبيرة أو عن اندماج أنوية ذرات صغيرة لتشكيل ذرة واحدة عندي أعزائي الطلاب أيضا يوجد مفتاح للإجابة في هذا السؤال هي طاقة ناتجة عن انقسام نواة كانت تكلم عن النواة ما تكلمت عن حركة ما تكلمت من نسبة لوضع الجسم ما تكلمت عن إشعاع ففي إجابات لازم تستبعدها أو اندماج أنوية في تتمعن دهنيه في هذه الحالة في أنوية تندمج مع بعضها البعض هذا يفاتح السؤال ذرات صغيرة لتشكيل ذرة واحدة نعم أحسنتم هي الطاقة النووية الطاقة النووية هي طاقة ناتجة عن انقسام نواة كبيرة أو عن اندماج أنوية ذرات صغيرة تشكيل ذرة واحدة السؤال اللي بعده أعزائي الطلاب طاقة مختزنة في الطريقة التي تتصل بها الذرات ببعضها عندي ذرات أعزائي الطلاب هذه الذرات الطريقة التي تتصل فيها هذه الذرات مع بعضها البعض شو نسميها؟ أحسنتم إجابة سليمة هي الطاقة الكيميائية السؤال اللي بعده أعزائي الطلاب أيضا مصطلح علمي ولكن مصطلح علمي أيضا سهل ونبحث عن مفتاح الإجابة نفس الطريقة التي تعلمناها لكيفية الإجابة على هذه الأسئلة طاقة حركة الذرات والجزيئات داخل المادة أنا عندي أعزائي الطلاب حركة جزيئات وذرات داخل المادة شنو تكون هذه الطاقة؟ أحسنتم إجابة سليمة هي الطاقة الحرارية السؤال اللي بعده معدل أحوال الطقس في منطقة ما على مدى سنين عديدة هنا يا أعزائي الطلاب لاحظ راح تفيدنا في هذا المصطلح العلمي ثبته أن يقولك على مدى سنين عديدة يعني هنا في مفتاح للإجابة أنه قاعد يبين لك أحوال الطقس في منطقة ما أي منطقة لكن تكون هذه الأحوال على مدى سنين عديدة أحسنت إجابة سليمة هي المناخ المناخ هي معدل أحوال الطقس في منطقة ما على مدى سنين عديدة المصطلح العلمي اللي بعده أعزائي الطلاب درجة الحرارة حددت لك عنصر لاحظ الفرق وتساقط الأمطار عنصر ثاني والرياح عنصر ثالث والرطوبة رابع والسحب والأحوال الأخرى في مكان ما في وقت معين هنا يا أعزائي الطلاب لاحظ الفرق بين المصطلح العلمي هذا والمصطلح العلمي اللي قبله اللي قبله أحوال الطقس بشكل عام على مدى سنين عديدة أما المصطلح اللي وراه أنا قاعد أحدد لك سحب أنطار درجة حرارة قاعد أفصل لك في المصطلح العلمي لو ضيعت الإجابة ابحث أيضاً مثل ما علمتكم على مفتاح الإجابة فإذا لقيت العناصر من يعرف الإجابة عزائي الطلاب عن طريق العناصر أحسنت إجابة سليمة هي الطقس فالطقس هي درجة الحرارة وتساقط الأمطار والرياح والرطوبة والسحب والأحوال الأخرى في مكان ما في وقت معين في هذا السؤال حددت لك العناصر أما السؤال اللي قبله ما حددت لك العناصر ولكن على مدى سنين عديدة السؤال اللي بعده عزائي الطلاب أيضاً المصطلح العلمي هي طاقة طولها الموجي أكبر من الطول الموجي للضوء عندي نوع من أنواع الطاقات عزائي الطلاب عندي طاقة طولها الموجي أكبر من الطول الموجي للضوء من يعرف الإجابة عزائي الطلاب أحسنت إجابة موفقة هي الأشعة تحت الحمراء السؤال اللي بعده ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى في الغلاف الجوي تمتص الأشعة تحت الحمراء من على سطح الأرض عندي يا عزائي الطلاب حطيت لك ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء تقوم بامتصاص في مفتاح للإجابة أن هذه الغازات تقوم بامتصاص الأشعة تحت الحمراء هذه الغازات شنو علاقتها في الامتصاص مفتاح للإجابة من يعرف الجواب أحسنت هي الغازات الدفئة فثاني أكسيد الكربون وبخار الماء من أهم الغازات الدفئة التي تمتص الأشعة التي تحت الحمراء في عندنا حوالي الأرض السؤال اللي بعده العملية التي تمتص بها غازات الغلاف الجوي الحرارة وتبقى الأرض دافية إحنا يا شباب تكلمنا عن العناصر التي تمتص هذه الأشعة لاحظوا الفرق بين السؤالين السؤال اللي قبله كان عندي حددت لك ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات الحين قاعد أسألك عن العملية التي تمتص بها غازات الغلاف الجوي يعني أنا ما سألتك ما رح تقدر تقول لي والله الغازات الدفئة لا فوق لما أحدد العناصر قول غازات دفئة أما الحين أنا قاعد أقولك العملية شا اسم العملية هذه؟ خلونا نشوف ممتاز هي عملية مفعول الدفئة أي مفعول غازات الدفئة السؤال اللي بعده عزيزي الطلاب ازدياد في درجة حرارة الأرض نتيجة لهذه الغازات ونتيجة لمفعول الدفئة قاعد تزيد عندي درجة حرارة الأرض شو نسمي هذه العملية؟ شو قاعد يصير في الأرض؟ خاصة أن هذه العملية الحين منتشرة قاعد يمشرونها عندنا بالجرائد في المجلات دراسات علمية منتشرة على مستوى العالم تعالج هذه القضية خلونا نشوف احسنتم الاحتباس الحراري فالثلاث مصطلحات أعزائي الطلاب اللي هي من بداية الثاني يكسر كروة البخار الماء إلى اللي هي غازات الدفئة ثم مفعول الدفئة ثم الاحتباس الحراري كل هذه الثلاث مصطلحات هي ذات علاقة وحدة مع بعضها البعض السؤال اللي بعده عزيزي الطلاب عندي نوع آخر من الأسئلة راح نتطرق خلصها من المصطلح العلمي اللي هي المصطلحات راح نتطرق إلى نوع آخر من الأسئلة علشان أحاول أثبت المفاهيم العلمية عندكم وحاول أقوم بعملية إثراء لهذه المفاهيم العلمية السؤال سهل جدا بسيط السؤال الأول هو مقياس مقدار القوة التي تشدك بها الجاذبية من يعرف الإجابة عزيزي الطلاب أحسنتم هي الجاذبية فالجاذبية هي مقياس أو مقياس مقدار القوة التي تشدك بها الجاذبية السؤال اللي بعده قوة الجاذبية على القمر من قوة الجاذبية على الأرض هنا يا عزيزي الطلاب قاعدة قارن بين القمر وبين الأرض أيهما أعلى أيهما أقل ولكن في طلبة متميزين ما شاء الله عليكم بعضكم يحدد كم تعادل جاذبية القمر بالنسبة لجاذبية الأرض من يحاول يجاوب السؤال هذا أحسنت إجابة سليمة قوة الجاذبية على القمر أقل من قوة الجاذبية على الأرض السؤال اللي بعده تساوي جاذبية القمر حوالي من جاذبية الأرض عندي يا عزيزي الطلاب جاذبية القمر وجاذبية الأرض كم تساوي جاذبية القمر بالنسبة لجاذبية الأرض أحسنت إجابة سليمة تساوي جاذبية القمر حوالي سدس جاذبية الأرض شوف الفرق بين السؤالين لا تلخبطونا عزائي الطلاب أسئلة سهلة والأجوبة سهلة فإننا قلنا أن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض وهي تساوي سدس جاذبية الأرض السؤال اللي بعده عزائي الطلاب يكون اتجاه الاحتكاك بالنسبة لاتجاه حركة الجسم وين يكون الاحتكاك عندي حركة للجسم وهذا الجسم يصادف احتكاك تكون اتجاه الاحتكاك بالنسبة لاتجاه حركة الجسم وين يكون هل مع بعض هل أهم عكس فكرة لا حد يستعجل في الإجابة السؤال يبينا تركيز ولكن تركيز حاول تركز بالسؤال إجابة سهلة وسؤال سهل أحسنتم يكون عكس أي أن يكون في اتجاهين بعض الأسئلة ممكن أغير في السؤال تقول الإجابة في اتجاهين متضادين أو تقول والله الإجابة عكس يكون اتجاه الاحتكاك عكس اتجاه الحركة فأنا عندي اتجاه حركة يقابلها احتكاك يكونون في اتجاهين متضادين السؤال عزائي الطلبة الاحتكاك الذي تسببه الأجسام الناعمة من الاحتكاك الذي تسببه الأجسام الخشنة أنا عندي عزائي الطلب احتكاك تسببه الأجسام الناعمة واحتكاك تسببه الأجسام الخشنة هذا السؤال أنت وكلكم تعرضتوله أيضا في الاختبار العملي عندي جسم ناعم وجسم خشنة أيهما يسبب احتكاك أكثر فعندي سيخة السؤال الاحتكاك الذي تسببه الأجسام الناعمة هل هو أقل أم أكبر من الاحتكاك الذي تسببه الأجسام الخشنة أحسن إجابة سليمة أقل الاحتكاك الذي تسببه الأجسام الناعمة أقل من الاحتكاك الذي تسببه الأجسام الخشنة السؤال اللي بعده لتقليل مقاومة الهواء نصمم المهندسون الأجسام بشكل الأجسام اللي التعرض للهواء مثل القطار مثل المركبات السيارات المهندسين لما يصممون السيارة أو يصممون القطار يكون شكل هذا الشي الذي قمون يسمعونه أو يصممونه له شكل معين هل يكون مربع مسطيل استوانة شنو الإجابة تكون أحسنت يكون شكله انسيابي علشان الجسم إذا كان الشكل انسيابي علشان يقلل احتكاك هذا الجسم بالهواء أثناء الحركة السؤال اللي بعده المصباح الكهربائي يحول الطاقة من شنو إلى أي طاقة المصباح الكهربائي إذا يطلب يحول الطاقة من شنو الليت اللي عندنا بالمختبر أو عندي في الفصل الليت يحول من أي طاقة إلى أي طاقة أحسنت يحول من طاقة كهربائية إلى طاقة إشعاعية فالمصباح الكهربائي يحول الطاقة من كهربائية إلى طاقة إشعاعية السؤال اللي بعده المروحة تحول الطاقة عندي أعزائي الطلاب المروحة اللي عندنا في البيت المروحة تحول الطاقة من شنو إلى شنو أحسنتم من طاقة كهربائية إلى طاقة حركية إنه قاعدت توصل كهرباء للمروحة والمروحة تقوم بالحركة فتتحول الطاقة من طاقة كهربائية إلى طاقة حركية السؤال اللي بعده أعزائي الطلاب المذياء يحول الطاقة من شنو إلى أي طاقة عند المذياء عزائي الطلاب يحول الراديو يحول من شنو إلى شنو من أي طاقة إلى أي طاقة أحسنت إجابة سليمة يحول من طاقة كهربائية إلى طاقة صوتية فالمذياء يقوم أنه يأخذ كهرباء ويعطيني صوت أني أقدر أسمع في المذياء السؤال اللي بعده عزائي الطلاب التلفاز يحول الطاقة عندي التلفزيون من شنو إلى شنو من أي طاقة إلى أي طاقة نعم خلونا نشوف يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة إشعاعية أنه يطلع من التلفزيون إشعاع أو أيضا عزائي الطلاب نقدر بعضكم يقول لا مو شرط طاقة إشعاعية طاقة صوتية أقول نعم إجابة صحيحة التلفزيون يعطيني أيضا طاقة صوتية أني أسمع الصوت ولكن التلفزيون بالأول يأخذ طاقة كهربائية السؤال اللي بعده النباتات تحول الطاقة من شنو إلى شنو عندي النبات عزائي الطلاب الذي يقول النباتات تقوم بعملية البناء الضوئي لصنع غذائها فهي تأخذ طاقة وتعطيني طاقة خلونا نشوف شنو الطاقتين هذول فالنباتات تحول الطاقة نعم الطاقة الإشعاعية اللي هي عن طريق الشمس أو مصدر ضوئي إلى طاقة كيميائية تكون مختزنة في هذا النبات عزائي الطلاب لازلنا في دروس مراجعة الفترة الدراسية الرابعة لكن عندي نوع آخر من الأسئلة تابعوني لمناقشة هذه النوع الآخر من الأسئلة ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصفل السادس من جديد تكلمنا قبل الفاصل عن بعض الأسئلة اللي راجعنا فيها دروس الفترة الدراسية الرابعة والحين راح نتطرق إلى النوع آخر من هذه الأسئلة السؤال عندي أعزائي الطلاب انتبهوا معي للسؤال جسم قطع مسافة مقدارها 20 متر خلال 5 ثواني احسب سرعة الجسم أعزائي الطلاب مثل ما قلت لك إذا ضيعت بالامتحان وضاعت منك الإجابة هدي بالامتحان وبحث عن مفاتيح السؤال لكل سؤال يوضع في الاختبار يوجد مفتاح لهذا السؤال عندي هنا مسألة أهو أش قاعد يقول لك جسم قطع مسافة أنا هنا أعطيتك أول شغلة 20 متر مسافة 20 متر يعني أنا أعطيتك قيمة للمسافة الآن أنت عندك أحد المعطيات اللي هو المسافة ثم خلال 5 ثواني 5 ثواني يعني هو أعزائي الطلاب بالتأكيد هذا الزمن لأنه يقاس الزمن بالثانية أنا عندي مسافة أعطوني إياها بالمسألة بالمتر وأعطوني الزمن بالثاني يعني أنا عندي مسافة وعندي زمن هذين المعطيات خلنا نشوف بالسؤال شنو المطلوب أحسب سرعة الجسم هني طالب مني أني أحسب سرعة الجسم قبل لا أقوم بتطبيق الأرقام لابد أنك تكتب القانون اللي يربط بين المسافة والزمن والسرعة السرعة شنو القانون اللي يربط بين الثلاث متغيرات هذه هو هذا القانون السهل وبسيط نعم خلونا نشوف السرعة يساوي المسافة تقسيم الزمن حتى أعزائي الطلاب إذا نسيت بالقانون إذا قال لك احسب السرعة دور بالمتغيرات شنو عندك وشوف العلاقة اللي تربط بينهم فأنا عندي بالمسألة عندي مسافة وعندي زمن خلاص إذا المسألة قال لي احسب السرعة أكتب السرعة لابد أني أخذ المتغيرات اللي فوق ونزلها عندي في القانون وشوف العلاقة بينهم بعد ما كتبت القانون تطبق بالأرقام اللي معطيك إياها فنقول السرعة تساوي المسافة اللي هي عشرين متر النزل العشرين خلال خمس ثواني اللي هو الزمن خمسة عشرين تقسيم خمسة يساوي أربعة متر لكل ثانية فالسرعة في هذه المسألة بلغت أربعة متار لكل ثانية الميمة اللي هي اختصار المتر الثاء اللي هي اختصار الثانية فتقاس السرعة في هذه المسألة بالمتر لكل ثانية فلما يطلب منك أي مسألة حط القانون بالأول اللي يربط المتغيرات مع بعضها والمعطيات بعدين تطبق بالأرقام بس لازم تكتب القانون بالأول عشان تعرف التدرج في الحل السؤال اللي بعد عزائي الطلاب عندي هذه الرسمة حدد من على الرسم قوة الفعل وقوة رد الفعل عندي هذا الضفدع عزائي الطلاب يقوم بالحركة يبينقز من على ورقة الشجر بالنهر يبينقز فيه عندي لابد فيه قوة وفيه قوة فعل يقوم فيها الضفدع وقوة رد فعل تؤثر على هذا الضفدع أو تؤثر على الورقة اللي هو عليها خلونا نشوف قوة الفعل رقم لابد تشوف عندك بالرسمة قوة الفعل هل تكون رقم واحد أم رقم اثنين وقوة رد الفعل أي رقم يكون لازم تركز عزيز الطالب في هذا السؤال عزائي الطلاب قوة الفعل رقم خلونا نشوف لازم تجاوب عن طريق الرسمة ركز بالصورة اللي أمامك قوة الفعل نعم هي رقم واحد زين عزائي طالب قوة رد الفعل هي رقم نعم أحسنتم هي رقم أثنين أنت تجاوب على الأسئلة لابد أنك تركز في الصورة اللي أمامك وهذه صورة جدا مهمة دائما هذا السؤال يأتي في الاختبارات السؤال اللي بعده عزائي الطلاب نوع آخر من الأسئلة وهو سؤال جدا سهل وبسيط علل لما يأتي يعني اذكر السبب علل لما يأتي تأليلا علميا سليما اذكر السبب يمكن لرواد الفضاء أن يقفزوا قفزات أعلى بكثير مما لو كانوا على الأرض أعزائي الطلاب رواد الفضاء ليش إذا كانوا بالفضاء يقدرون ينقزون أو يقفزون إلى مسافات أعلى لو يقفز أو ينقز على الأرض ما يرتفع نفس الارتفاع شنو السبب الإجابة أعزائي الطلاب رقزوا في هذه الإجابة خلنا شوف نعم لأن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض بعد الطلبة يكون مميز في الإجابة فاهم السؤال يدعم هذه الإجابة يقول لأن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض ويكتب القيمة وتساوي ست جاذبية الأرض فالإجابة هذه سليمة وصحيحة السؤال اللي بعده عزائي الطلاب وزن أي جسم على سطح القمر أصغر من وزنه على سطح الأرض ليش عزائي الطلاب أي جسم على القمر لما نقيس وزنه أقل من وزنه على سطح الأرض نعم الإجابة سليمة لأن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض عندي عزائي الطلاب الحين رح أنتقل هذا سؤال علل رح أنتقل إلى نوع آخر من الأسئلة سؤال سهل وقيم ويثري المعلومات لديكم عشان نحاول قدر المستطاع أن نغطي جميع أنواع الأسئلة المتداولة في الاختبارات طالعوا معي ما هي العوامل التي تتوقف عليها الجاذبية بين الجسمين الحين عزائي الطلاب لما تصير جاذبية بين جسمين لابد في عوامل تتوقف عليها هذه الجاذبية عشان تصير الجاذبية بين الجسمين العوامل توقف عليها الجاذبية خلونا نشوف أول شيء كتلة الجسم أثنين المسافة بين الأجسام فكلما أعزائي الطلاب كانت الكتلة كبيرة كلما زادت تجاذب للجسم الأكبر والمسافة بين الأجسام كلما كانت قريبة المسافة بينهم كانت تجاذب أقوى وكلما بعدت المسافة قلت تجاذب بين الأجسام فعندي أعزائي الطلاب العوامل التي تتوقف عليها الجاذبية بين الجسمين كتلة الأجسام والمسافة بين الأجسام هذين العاملين لازم تركزون عليهم سهلين وبسطين السؤال اللي بعده عزائي الطلاب ماذا يحدث في الحالات التالية عندي عزائي الطلاب حالات معينة نبي نستنتج ونعرف شنو تتوقعون يصير في هذه الحالات أغلبكم عزائي الطلاب لما يشوف السؤال هذا يرتبك من السؤال ولكن هذا من أسهل الأسئلة اللي تأتي في الاختبار واحد عند إسقاط ورقتين متطابقتين إحداهما منبسطة والأخرى على شكل كرة من نفس الارتفاع وفي نفس الوقت عزائي الطلاب عندي ورقة منبسطة ورقة الكشكول وورقة على شكل كرة لما أنزلهم من إيدي في وقت واحد إلى سطح الأرض شنو تتوقع يصير من اللي يوصل أولا إلى الأرض خلونا نشوف شنو تتوقعون قبل لا ننزل الإجابة ركزوا معاي فكروا بالسؤال عندي ورقة منبسطة وورقة على شكل كرة لما نهدهم مع بعض هديتهم الكرة نزلت من ورق وورقة منبسطة يصلون إلى سطح الأرض من يصل أول ولا يصلون مع بعض ولا منه قبل الثاني خلونا نشوف عند إسقاط ورقتين متطابقتين إحداهما منبسطة والأخرى على شكل كرة من نفس الارتفاع وفي نفس الوقت عندي عزائي الطلاب سوف تصل الورقة التي على شكل كرة أولا إلى الأرض قبل الورقة المنبسطة عزائي الطلاب أنا أقدر بالسؤال هذا أسوي حركة بسيطة أضيف كم كلمة تتغير الإجابة نهائيا هذا السؤال في حالة وجود الهواء تصل الورقة التي على شكل كرة أولا قبل الورقة المنبسطة كلنا ندل ليش لأن الورقة المنبسطة سطحها المعرض إلى الهواء أكبر من الكرة التي على شكل كرة فتواجه قوة احتكاق ومقاومة الهواء فتصل الورقة التي على شكل كرة أولا لكن إذا هديت نفس الورقتين ورقة على شكل كرة وورقة منبسطة في نفس الوقت وفي حالة نفترض عدم وجود الهواء ما عندي هواء هديتهم اثنينهم في نفس الوقت مني يوصل أول أحسنت إجابة سليمة يصلان معا إلى سطح الأرض ولكن هذا في حالة عدم وجود الهواء لاحظوا الفرق بين السؤالين ميز احتمال بالاقتبار أنه يبلك السؤال هذا واحتمال السؤال الثاني في حالة عدم وجود الهواء سوف يصلان مع بعض إلى سطح الأرض انتبهوا مع أعزائي الطلاب السؤال اللي بعده ماذا يضع في الطرق التي تحتوي على جليد حتى لا تنزلق السيارات في الدول الأجنبية أعزائي الطلاب الدول تقوم بوضع أشياء في الطرق علشان تقلل انزلاق السيارات أثناء سقوط الثلوش في هذه المدن شنو الدول هذه شنو تحط في الطريج علشان السيارات ما يتدعموا مع بعض علشان يقللون الإصابات شنو توقعون نعم أحسنت يضعون الملح في الطرق يتم وضع الرمل والملح والحصى لزيادة الاحتكاك فلا تنزلق السيارات فلما يحطون في الطريج رمل وحصى وملح السيارة وهي ماشية تدوس على الملح فيصير احتكاك بين السيارة وبين الصخر والرمل والملح فيزداد الاحتكاك فيقدر صاحب المركبة أن يتحكم بالسيارة لكن لو أنه خلوه جليد فالاحتكاك يكون جدا قليل فبالتالي مهما سائق السيارة يدوس بريك رح يدعم السيارة اللي جدامه لأن الاحتكاك قليل جدا فبالتالي الدول الأجنبية يوفرون سيارات تمشي بالشارع وترش ملح في الطريج أو يرمون الحصى والرمل عشان يزيد الاحتكاك بين سطح الأرض وبين السيارة اللي يقودها الرجل عشان يقللون الإصابات السؤال اللي بعده عزائي الطلاب كيف يمكن تقليل الاحتكاك بين جسمين أنا عندي جسمين سواء مثلا على سبيل المثال محرك السيارة داخل السيارة في تروس على قولتنا بالكويت يقول حديد بحديد حديد يحك حديد فبالتالي إذا خلينا هذه التروس والآلات الحديدية اللي داخل السيارة تحرك بعضها البعض رح تسخن وتصير حارة وممكن أنها تتكسر علشان أقلل الاحتكاك بين هذه الأجسام شنو أسوي فيقولك كيف يمكن تقليل الاحتكاك بين جسمين أول شي عندي استخدام عجلات في حالة السيارة أنه لو تخيل سيارة من غير توائر السيارة كلها تحك بالأرض فبالتالي ما تقدر تتحرك ولا وغير هذا أثناء السفر الحين كلنا لما نروح المطار كل واحد يمشي ساحب جنطته معاه أسهلها بدال لا يشيلها ليش؟ لأن التواير في الجنطة تقلل الاحتكاك بين الجنطة وبين الأرض فالاحتكاك يكون الأرض مع الأربع توائر الصغار ما يصير الاحتكاك مع الجنطة كلها من تحت ولكن يصير مع التواير الأربع الصغار فهني أنا قللت الاحتكاك أني قللت السطح المعرض للاحتكاك مع الأرض فاستخدمت عجلات سواء بالسيارة أو بالجنطة الترولي اللي احنا نسحبها معانا للتقليل الاحتكاك أيضا بين جسمين في السيارات نستخدم الزيت والشحم أيضا في السيارة زيت طلاب وبوك لما يروح يبدل زيت السيارة يحط لها زيت كل مرة علشان يقلل الاحتكاك داخل محركات السيارة أيضا القاري اللي انت تلعبه تحط اللي احنا نسميه الصنقل أو السير نحط لها زيت عشان نقلل الاحتكاك بين السير هذا والترس الموجود عند الدوازة علشان تقدر تحركها أسرع وأسرع فبالتالي قللت الاحتكاك فأنا عندي طريقتين عشان أقلل الاحتكاك أني أستخدم عجلات وأستخدم زيت وشحم الحين عزائي الطلاب عندي نوع آخر من الأسئلة سؤال جدا سهل وبسيط تبهوا معاي ادرس الرسم الذي أمامك ثم أجب عندي عزائي الطلاب هذا الرسم يمثل على سبيل المثال قطار الموت في المدينة الترفيهية عندنا اللي هو أنا قاعد أناقش لكم الحين انتقال المركبة وهي صاعدة وهي نازلة زينا احنا كلنا ركبنا هذا القطار ولعبنا فيه وإحنا صغار وانتوا الحين قاعدوا تلعبون فيه هذا قطار الموت عندنا اللعبة هذه عندي الموضوع رغم أربعة ورغم ثلاثة ورغم أثنين ورغم واحد راح نناقش هذه الحالات طبعا أنا من الرسم من البديهي راح نناقش الطاقات التي تمتلكها هذه الجسم في كل موضوع عن الآخر متى يكون طاقة الحركة؟ كيف يصير بطاقة الوضع؟ راح أقارن بينهم راح نشوف الأسئلة على كل نقطة أول شيء أكبر طاقة وضع عنده رقم احنا عزائي الطلاب قلنا أن طاقة الوضع هي بعد الجسم عن سطح الأرض يعني أو الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة موضوعه بالنسبة لسطح الأرض أي كل ما ارتفع الجسم عن سطح الأرض زادت طاقة الوضع فأكبر طاقة وضع عنده أي رقم عزائي الطلاب؟ هل هو رقم واحد أم اثنين أم ثلاثة أم أربعة؟ خلونا نشوف أحسنتم رقم أربعة لأنه أعلى ارتفاع عن سطح الأرض يمتلكه الجسم المركبة رقم أربعة بعدها عزائي الطلاب أثنين أكبر طاقة حركية عنده رقم الجسم يمتلك أكبر طاقة حركية الحين الجسم لما انتقل من الرقم أربعة وهو نازل احنا عرفنا أنه في حالة النزول سوف تقل طاقة الوضع الكامنة أو بعض الكتب تقول لك طاقة الوضع التثاقلية أو التجاذبية لكن عندكم طاقة الوضع الكامنة نقول لما انتقل الجسم من النقطة أربعة وهو نازل سوف تقل طاقة الوضع الكامنة والجسم وهو نازل شي بديهي تخيل الجسم وهو نازل هل تقل السرعة أم تزيد؟ نعم أحسنت وهو نازل سوف تزيد السرعة ثم يصل إلى النقطة أثنين ثم ينتقل إلى النقطة واحد وهو صاعد فبالعقل أنت لما تخيل الموقف أو أنت تخيل نفسك راكب المركبة وهو صاعد طاقة الحركة قاعد تزيد ولا بطيء؟ طبعا ممتاز حسنت تكون ببطء فبالتالي خلونا نناقش السؤال رقم اثنين أكبر طاقة حركية عند رقم ممتاز رقم اثنين لأن الجسم وهو نازل سوف تزداد طاقة حركته وتقل طاقة الوضع الكامنة فوق بدأت تقل تقل وتزيد طاقة الحركة لما ينزل إلى رقم اثنين يكون أعلى طاقة حركة السؤال البعدة تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة وضع عند رقم عندي طاقة حركية تتحول إلى طاقة وضع أي أن الطاقة الحركية سوف تقل وتزداد طاقة الوضع رقم ممتاز رقم واحد أربعة تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية عند الرقم طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركية عند طاقة الوضع قاعد تتحول إلى طاقة حركية عند اي رقم عزيزي الطلاب؟ نعم عند رقم ثلاثة أن طاقة الوضع وهو نازل قاعد تتحول من طاقة وضع إلى طاقة حركة أو طاقة حركية أي أن طاقة الوضع سوف تقل وتزداد طاقة الحركة أعزائي الطلاب في هذا الرسم أقدر أن أنوع لك بالأسئلة كلها تدور حول طاقة الوضع وطاقة الحركة فتخيل في السؤال أنك أنت اللي راكب العربة فبالتالي راح تعرف الجاوب السؤال اللي بعده أعزائي الطلاب نوع آخر من الأسئلة ماذا يحدث في الحالات التالية عندما تزداد سرعة حركة الذرات والجزئيات للجليد أو الثلج عندي لما تزيد طاقة حركة الجزئيات والذرات شنو يصير أعزائي الطلاب خلونا نشوف تكون الإجابة أعزائي الطلاب ينصهر الجليد ففي هذه الحالة سوف ينصهر عندي الجليد عندي نوع آخر من الأسئلة نتبقه معي أعزائي الطلاب اكتب على الرسم أنواع تحولات الطاقة عندي الآلة الحاسبة شنو راح يكون تحول الطاقة فيها خلونا نشوف بعد عندي البرتقالة شنو راح يكون تحول الطاقة فيها أحسنتم يتم في الآلة الحاسبة تتحول من طاقة إشعاعية إلى طاقة كهربائية زينا عزائي الطلاب البرتغالة اللي ناكلها من شنو إلى شنو شنو كانت نعم هي نبات يعني من أي طاقة خلونا نشوف تتحول من طاقة إشعاعية إلى طاقة كيميائية مختزنة داخل البرتغال اللي احنا ناكلها خلونا نشوف الشيء اللي وراه اكتب على الرسم أنواع تحولات الطاقة أيضا عزائي الطلاب تحولات للطاقة خذينا الآلة الحاسبة وخذينا البرتغالة خلونا نشوفيني الأبجورة أو عندي المروحة أبس أسمع منكم ما رح أجاوب أحسنت إجابة سليمة من طاقة كهربائية إلى طاقة إشعاعية زينا المروحة عزائي الطلاب هذا الواير اللي وراه يبين لك الإجابة نعم أحسنتم من طاقة كهربائية إلى طاقة حركية إن المروحة راح التحرك أعزائي الطلاب علل لما يأتي تعليلا علميا سليما تسخن الشمس الأرض بطريقة غير متساوية ليش الشمس أعزائي الطلاب تسخن الأرض بطريقة غير متساوية في مكان حر حيل وفي مكان أقل حرارة ليش أعزائي الطلاب نعم بسبب شكل الأرض الكروي السؤال اللي بعده عزائي الطلاب اذكر بعض الطرق التي تساعد على التقليل من غازات الدفئة المضافة إلى الغلاف الجوي عندي طرق استخدمها عشان أقلل تأثير غازات الدفئة اللي قلناهم غاز تانيوكسيد الكربون وبخار الماء وبعض الغازات الأخرى أنا بقلل تأثير هذه الغازات أنا ما يصير عندي تأثير غازات وما أحاول أقلل تأثير هذه الغازات أو أحد منها الطرق عزائي الطلاب ممتاز أحسنت التقليل من استخدام المياه الساخنة إجابة أخرى التقليل من استخدام الطاقة للتدفئة والتبريد أحاول أقلل طبعا ما أقدر أستغني فلابد أني أقلل السؤال اللي بعده وسائل النقل بدلا كلنا اليوم باتر نروح للمدرسة نحرك من بيتنا 6 سيارات أو 5 سيارات نستخدم حافلة بيتنا وبيت جيراننا واللي جنبهم نطلع بالحافلة كلنا في سيارة واحدة أربع التدوير ويعادة الاستخدام أقوم بتدوير الورق تدوير البلاستيك عشان أقلل العب على المصانع فما تطلع انبعاثات عندي تسبب الاحتباس الحراري اللي هو تأثير غازات الدفيئة هنا قد نكون أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم اللي فيها حاولنا أن نغطي بما نقدر عليه من مراجعة للفترة الدراسية الرابعة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح عزائي الطلاب في اختبارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى